اشتركوا في القناة عن الوطن للحياة هنا ثمن غال أكدت عليه مملكة البحرين بحملة لتطعيم المواطنين المقيمين على الأراضي الأردنية باللقاح المضاد لفيروس كورونا تواجد أكد حرص المملكة على وقاية مواطنيها من الوباء حتى خارج البلاد ومتابعة ترأستها السفارة البحرينية في العاصمة عمان لتنظيم الحملة إجراءات هي من البداية استقبلون في السفارة البحرينية بعدين أخذونا على مستشفى العبدالي هون وأعطونا اللقاح طبعا هي إجراءات يعني بيرفكت الإقبال ما شاء الله ويد ممتاز والترتيب كان ممتاز وهذه أندال فدال على وعي الناس ومدى معرفاتهم بأهمية التطعيم توجيه ملكي بضرورة تلقي المواطنين البحرينيين اللقاح المضاد لفيروس كورونا حتى وإن كانوا بعيدا عن الوطن وإجراءات حرصت السفارة البحرينية تسهيلها لمتلقي اللقاح منذ وصولهم حتى التأكد من سلامتهم بعد أخذ الجرعة نشكر الفريق الطبي مملكة البحرين على رأس مجالة الملك على تسهيل هذه الأشياء اللي برى البحرين مبادرة بحرينية مستمرة لثلاثة أيام تتيح للمئات من المواطنين تلقي اللقاح للوقاية من جائحة أثرت على العالم بأكمله حملة أكدت أهمية صحة المواطن داخل وخارج الأراضي البحرينية ورسالة تحمل في طياتها سلامة أبناء الوطن في وقت يحاول العالم دفع وطيرة تلقي اللقاح للوصول إلى مستقبل خال من الوباء آية سيد تلفزيون البحرين عمان